أهلا بكم بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني حول زيارة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى المملكة العربية السعودية تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة وانطلاقا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع القطرين الشقيقين وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه جلالة سلطان البلاد المفدى بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ابتداء من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو لعام 2021 وبعون الله وتأييده سيتم خلال زيارة جلالته بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في كافة المجالات وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتكفل حاضرا ومستقبلا أكثر ازدهارا ورخاء وإشراقا ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السموة سيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع معالي سيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي قيس بن محمد بن موسى ليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني صاحب السمو السيد فيصل بن تركي السعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في سفره وعودته وحاطه بكريم عنايته ورعايته وامده بموفور الصحة وتمام العافية ووفقه لما فيه الخير والصلاح لعمانا وأمته إنه سميع مجيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر